مرحبا فيك وحبايا ببرج LGD اليوم حقرأ قراءة توقعات برج LGD علينا نشوف بالنسبة لبرج LGD اول اشي راح نشوف بشكل عام الشغل الدراسة السفر وكذا بعدين بندخل بالعلاقات العاطفية بالنسبة للشغل فيه امر معلق فيه امر ما تخذ فيه قرار وانت عب تستنى على احر من الجمر في الشغل في العمل وعم بيتم هذا الموضوع على خير في العمل صار فيه عندك شوية اللي هي انت واقف مكانك اليك فترة فحابب كتير انك تغير بشكل كتير كبير بشهر تموز وعم بتحاول حتى لو انت بنفس الشغل بتحاول تعمل تغيرات حتى لو بديكور المكان عم بتحاول انك تغير لكن انا بحكيلك ان التغير فيه الطريق بالنسبة للناس اللي بستنوا سفر فيه احتمال كبير انهم يسافروا بتموز او على الاكتر فئاب اللي هو اوغست عم بشوف ابراج مائية وطاقة برج التور او العذراء بالنسبة للناس اللي بدروا صحباي بشويش فيه ملالة من الدراسة شوي فيه التهاء يعني عم تلتهوا بامور بلا طعمة فمش غلط انه من وقت للتاني انه الواحد يغير جو لكن ما تبعد كتير عن الدراسة لانها هي المخرج الوحيد تبعك كلال هاي الفترة ما هيغير نفسيتك الا الدراسة عم تحصل على نتيجة حلوة لكن مش كتير اللي انت تمنيتها لانه ضيعت وقت شوي بالفترات الماضية برج الجديد اذا اوراق بالعموم يعني مش سيئة منيحة خلينا نشوف العاطفة للعزاب اذا فيه شخص جديد هذا الشهر عم بشوفك محتار فيه خيرة من امرك ما عم يعجبك يعني وضعك عم تحكي باي باي لوضع وتروح او لشخص او لشخص ممكن يكون فيه شخص او حياة جديدة عن تسناك لبرج الجديد لا فيه وراء فيه امل فيه بس شخص جديد يعني بدي اشي يأكد لي انه فيه شخص جديد شوف فيه شخص عم بيحاول يحكي معاك ولكنه بيعرف طرف تاني لكن انت مش عارف او ممكن تكون عارف بس فيه ظلام فيه غموض يعني على الأغلب انت مش عارف انه هو عم بيحكي مع طرف تاني لكن عم ببلش يحكي معاك ممكن يكون فيه ارتباط مش كتير مبين فيه ارتباط لكن عم تتقلق يا برج الجديد عم تثبت وجودك فيه عم بيحسوا اللي حاوليك بقيمة كبيرة لإلك فيه شخص بيفكر فيك لكن ما هيبادر فيه شهر تموز ما هيبادر يعني حاولت انه اطلع من الورق بس اكتر من هيك ما عم يطلع معي مبين كمان انه انت مجروح ولسه ما تشافيت يمكن عشان هيك ما عم يجي هذا الشخص الجديد في حياتك لانه الشخص الجديد شرط انه يجي لازم تطلع من الطاقة القديمة من شخص قديم كان مؤثر في حياتك فلما تطلع من هاي الطاقة رح يتحرك هذا الشخص ناحيتك فحاول بالفترة الجاي انك تستغل هذا الموضوع خلينا نشوف المتزوجين لبرج الجدي اش ظروفهم هل في مشاكل هل في طلاق لا سمح الله اذا اذا لبرج الجديد البرق اللي نزل معاي رح اقرأه اذا برج الجديد المتزوجين حبايبي في حمل كبير عليك او القراءة ممكن تكون عكسية في اللي هي مدفوعات مبالغ مالية مطلوبة منك فانت بتحاول هاي الفترة انك تغطي او تسد هاي الديون او قرض منك ممكن فعم يكون بالك كتير مشغول متزوجين من هذا البرج الاولاد عم يشغلوا بالك بشكل مش طبيعي وكأنه عم او واحد منهم ممكن يكون في طريق انت مش عاجبك فعم بتحاول انه تسيطر على الامور عم بشوفك عم بتسيطر عليها بالنسبة للشريك الشريكة كتير مشغول في المواضيع المادية المواضيع العاطفية حاليا ما عم يفكر فيها عم بشوف شوية بعد اللي هي المشاعر عم بتكون شوي باردة من ناحيتكم عم يرجع لك شيء قديم من قبل وكأنه في شخص ثالث عم يدخل على الموضوع ممكن يكون عندك او عند الشريك يعني خلال فترة الملل هاي اللي انتو فيها او البرود عم بيدور الشريك عن شيء ينعش مشاعره او هو في طبيعة الحال عم يحكي مع طرف آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ فترة كبير من بعد ما شعفه هو الطرف الثالث وما عجبه وماله منه اللي هي فترة يمكن اسبوعين ثلاثة عم يحكي مع شخص ويتركه بس عشان ينعش مشاعره ويرجع لك بمشاعر آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ نه الإنسان اللي حتكمل معه كل الحياة عم بشوف فيك عم بشوف فيك الشخص اللي اتحملت معه كل المصاعب فمش هاين عليه أنه يغدرك أو يخونك فعم بشوفه عم يرجع لعقله بشهر تموز وعم بقدم لك ممكن هدية أو حب حب زيادة عن اللازم يعني الشريك يا قبيط يا أسود يا من مرة بده يبعد يعني لما يقرب يقرب فعم يحصل على قلبك من جديد وعم تجددوا الحب اللي بناتكم إذن لبرج الجديد المتزوجين منهم في حمل في نسبة حمل اللي يعني يستنوا حمل من النساء لأنه بيّن فيه ولادة في بداية شي جديد في حمل للمتزوجين خلينا نشوف المرتبطين اللي هما مش منفصلين للمرتبطين إذن شونية الشريك وهل هو صافي ناحيتنا أو في علاقات تانية في حياته لبرج الجديد في إمكانية وجود علاقة ثلاثية لكن مؤقتة عم بتكون ما عم بتأثر كتير على الطرف اللي معانا الشريك في أمل جديد في العلاقة وكأنه خبرية رح توصلت عن الشريك من ناس تانيين يعني شوي حكي لك إياها هو كتوم نبين عليه إنه شوي كتوم الشخص وعم بيرتب أموره في ظلام عم بيكون متكتم كتير على الخطوات اللي عم ياخدها عم يحاول يحل مشاكله لحتى يرتبط فيك القراءة ممكن تكون عكسية أنت عم بتكون الأمور معك زابطة كتير الحظ عم يلعب معاك دور كبير بالنسبة للمرتبطين عم بيكون في فرص أخرى لكن أنت عم يعني حابب أنك ترتبط في الشخص اللي معاك أكتر من الشخص الأديم اللي كان قبل هيك لكنه عم يطلع على السطح يعني هذا الشخص الأديم عم يظهر في حياتك لكن وحتى أكتر من شخص يعني كنت تعرفه من قبل طبعا عندك أو عند الشريك القراءة ممكن تكون عكسية عم يظهر لكن ما عم يأثر عم تتمسكوا في بعدكم البعد عم بشوف حب حقيقي ممكن ينتج عنه عيلة في إمكانية ارتباط لبرج الجدي خلينا نشوف في قرار رح ياخدوا الشريك ممكن يكون ارتباط في بشائر خير لبرج الجدي خلينا نشوف للمنفصلين من برج الجدي شو مخبي لهم الوراء نأخذ هذا الوراء للمنفصلين في رجوع أو لا وشو عم يشعر الحبيب في البعد وهل في علاقة ثلاثية أو لا بيّن عندي أنه في علاقة ثلاثية للمنفصلين في علاقة ثلاثية لكن في أمل في الرجوع أمل كبير من الطرف الآخر عم بيفكر أنه يرجع بأي طريقة كانت عم بيحاول يقدم لك مصالح شغلات علشان أنت تقبل أنه يرجع عم بيكون فيه اتفاق وكأنه ارتباط أو اتفاق على طبيعة العلاقة الجديدة اللي رح تعملوها سوا وممكن يعبر هذا عن علاقة ثلاثية كمان بالبداية ما رح يكون عم بيفكر بارتباط وأمور من هذا النوع لكن فيما بعد ممكن تتطور الأمور بشكل حلو إذن فيه أمل في الرجوع في شهر تموت عم بتكون مش شايف أي شي حواليك أي فرص بدك الطرف الآخر بأي شكل هو عنده نفس الشعور ولكن ما عم ياخد خطوة كان بالفتر الماضي لكن الآن هو جاهز للرجوع خلينا نشوف إذا فيه نصيحة ممكن نقدمها لبرج الجدي لشهر تموت إذا فيه نصيحة شو هي من الأوراق من الطوخة الكونية من الكون عم بيحكي لك اعمل توازن اعمل توازن في حياتك أعطي شوي للروحانيات ما تكون بس اللي هو بتفكر بمادية أو بالأمور المادية كتير فكر بالروحانيات لأنها ممكن ترفع طاقتك لدرجة أنت ما بتتخيلها يعني بتخليك بتوصلك لمرحلة اللي هو بتخليك تحصل على كل إشي فتكون على قد هاي الطاقة وعشان توصل لهاي الطاقة بيقولك أنت بعيد حاليا عن الروحانيات فحاول أنك تكون أكتر روحاني بهاي الفترة لأنه أنت بحاجة لهي الموضوع فببشرنا بإشي ممكن بالورق عم بنشوف كنت عم تنتظر وبالأخير عم تحصل على موضوع كنت تستنع فهذا كل إشي بالنسبة لبرج الجدي حبايبي بشوفكم اشتركوا في القناة